الصفات العامة للفقاريات الجهاز العصبي ما هي الفقاريات؟ تضم الفقاريات خمس طوائف من الكائنات الحية هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات فالفقاريات هي تلك الكائنات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري والذي يعد أحد مكونات الجهاز العظمي في الفقاريات والذي يوفر لها الحماية والدعم فالجمجمة على سبيل المثال تحمي الدماغ وفقارات العمود الفقري تحمي الحبل العصبي الشوكي والجهاز العظمي هو أحد الأجهزة المتخصصة التي تمتلكها الفقاريات فهي تمتلك أيضا جهازا عصبيا هيا لنتعرف عليه تركيب الجهاز العصبي في الفقاريات يتركب الجهاز العصبي من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي فالجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي فالدماغ تقع داخل الجمجمة أما الحبل الشوكي فيمتد داخل العمود الفقري أما الجهاز العصبي الطرفي فيضم الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي وأعصاب الجهاز العصبي الطرفي هي 12 زوجاً من الأعصاب الدماغية و 31 زوجاً من الأعصاب الشوكية أجزاء الجهاز العصبي التي سبق ذكرها تتكون من ملايين الخلايا العصبية التي وظيفتها استقبال الإشارات التي تارد من مختلف أعضاء جسم الإنسان والعمل على تفسيرها ولكن كيف يتم ذلك؟ هيا لندرس مثالاً عملياً وهو عملية التبول والتي تبدأ بتراكم البول في المفانة عبر الحالبين حيث إن المفانة تحتوي جدرانها على مستقبلات حسية تتأثر بكمية البول الموجودة فيها فكلما زاد حجم المفانة إلى حجم معين ترسل المستقبلات الموجودة في جدران المفانة إشارات للدماغ عبر النخاع الشوكي والدماغ بدوره يرسل أوامر بالرغبة في إفراغ محتويات المفانة فيشعر الإنسان بالرغبة في التبول فتتم تلك العملية باسترخاء عضلة البوابة فيخرج البول من الفتحة البولية حيث إن المفانة تحتوي جدرانها على مستقبلات حسية تتأثر بكمية البول الموجودة فيها ترجمة نانسي قنقر